هاي صبايا أنا سارة اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو رح نحكي عن الخفثة أو المعروفة بالعضلة النائمة طبعا البعض ممكن يقول الخفثة وراسية ومستحيل علاجة والبعض الآخر ممكن يكون عم يحاول لسه وبيعمل تمارين المؤخرة وتمارين الخفثة وملتزم بالبروتين وما عم يمشي الحال أنا اليوم بهذا الفيديو رح وضح لكم الصورة تماما وبطريقة مختصرة إن شاء الله قدر الإمكان اختصري يا سارة الله يرضى عليكي صار عدتي الفيديو ساعتين اختصري سو عزيزاتي أول الشي أنا حبيت صنف لكم أسباب الخفثة في عنا أسباب بتتعلق بطريقة أكلك وفي عنا أسباب بتتعلق بطريقة رياضتك وفي عنا أسباب بتتعلق بطبيعة مشيتك وقعدتك وكمان نومتك وفي عنا أسباب بتتعلق بمقدار خطواتك اليومية هلا بقى عزيزاتي بنحكي عن النوع الأول واللي هو بيتعلق بأكل الصبية لما بيجيني البنت المشتركة ببرنامج نيومي أدمائجاني صور بهذا البرنامج ما شاء الله تبارك الله صرت أعرف من البنت شكل جسمة ترهولاتها شكل جلدها من الصورة فقط إنه هاي بنت بتركز على البروتين أكتر ولا بتركز على الكاربوهدرات إلا أنت بتاكل كاربوهدرات ما بتاكل بروتين بتقول لي إيه من شكل ترهولاتها فعليا وحرفيا وكمان عزيزاتي منظر المؤخرة كمان كتير بيعطيني دليل إنه هاي البنت بتاكل بروتين ولا فعلا متجها للكاربوهدرات بشكل مبالغ فيه يعني في ناس عندهم سمنة لكن بنفس الوقت هنه بيحبوا اللحم وبيأكلوا دجاج فبتلاقي المؤخرة مرفوعة ومشدودة ومدورة لكن في ناس بتلاقيهم ما بيأكلوا بروتين فبتلاقي المؤخرة نازلة بالرغم السمنة هاي حجمة أدهي أوكي عزيزاتي لذلك إذا حابت حسني من شكل الخفصة بدك تشيليلي قاعدة أنا بقرف من اللحمة بدك تاكلي كل شي أنا ما عم بقلكون تاكلوا لحمة حمرة كل يوم لأني بتعليلكون الكوليسترول مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع لكن حتكون نظامك الغذائي يوميا في لحوم دجاج سمك لحمة هلا أنا بالنسبة إلي أنا ما بحب اللحمة الحمرة لكن أنا بعشق أي شي من البحر أي شي من البحر بأكل فأنا بركز على السمك أكتر الأوقات وكمان جيبوا سمك الصغير لأني السمك الصغير بينصحوا فيه أكتر من السمك الكبير مثل الطونة والسلمون وهالأسماك الكبيرة يعني السمك الصغير ما بيأكل كتير شغلات ملوسة بالبحر لذلك عتمدوا سمك السردين إذا فيكن تقليلي يعوب مع وبقرف وما بقدر تصطف ليه خليكي مع الخفصة وبتقلك الخفصة شكرا على دعمك لوجودي في حياتك ماذا تغني منيجي هلا بقى عزيزاتي على ضريقة رياضك كمان من شكل صورة البنت لما بتوصلني المشتركة ببرنامج نيومي بعرف هاي البنت عم تبالغ بتمارين الكارديو وهيم للمقاومة أو بعرف هاي البنت عم تعمل تمارين مقاومة كتير كتير زيادة عن اللزوم وهيم للكارديو في صار عندي نوعين وعندي النوع الثالث اللي هو بتوازن بين الكارديو والمقاومة كمان ببين على جسمه لذلك عزيزاتي البنات يلي بيقلولي تجيني بنت قللي والله أنا صلي عشر سنين عم بعمل آيروبيك وهالخفصة ما راحت فبقل لي عزيزتي طبعا الخفصة ما راح تروح وبالعكس راح تزيد ورح تقلك شكرا على دعمك لوجودي بحياتك لأن تمارين الآيروبيك ما بس بتاخد من الكتلة الدهنية وإنما بتستهلك الكتلة العضلية واللي بهمنا بموضوع الخفصة عزيزاتي هو إنه نحافظ على الكتلة العضلية قدر الإمكان ليش؟ لأن المؤخرة تعتبر من العضلات الكبيرة وهي العضلات لازم نحافظ عليها كيف؟ بتمارين المقاومة المنتظمة بتجنب تمارين الكارديو المبالغ فيها شوفوا المبالغ فيها ما قلت إنه تمارين كارديو نص على نص تمارين الكارديو المبالغ فيها نطل كتير كمان ممكن يؤدي لظهور الخفصة لذلك نصيحتي بالنسبة لبرامجك الرياضية كيف تقدري تنسقيها؟ إذا كنت حدا حابب يخسر وزن عمليهم 3 على 3 أو 2 على 2 يعني كيف؟ يعني يومين كارديو يومين مقاومة ما بهمني كل أسبوع كل عشر تيام مهم عمليهم نص بنص إذا كنت حابب يحافظ على وزنه ويكبر الكتلة العضلية ويتخلص من الخفصة عمليهم 3 على 1 يعني 3 تيام مقاومة يوم واحد كارديو وطبعا ما ننسى تمارين الإطالة هذا باختصار مو بس البنات يلي بيعلقوا على تمارين الكارديو بيصير عندهم خفصة كمان البنات يلي بيعلقوا على تمارين المقاومة بشكل مستمر كمان بيصير في عندهم خفصة وبالأخص نحن الصبايا بتلاقينا مركزين على تمارين المقاومة للقسم السفلي تكبير المؤخرة ومنلاقي هالفخد عبيكبر والمؤخرة مسطحة من ورا لأن ما عم بيعملوا هذا موضوع آخر ما بدي يفوت فيه حاليا لكن كمان بيأثر تضخم الفخد على بروز الخفصة وكمان في أشخاص بيركزوا لحتى أنهم يتخلصوا من الخفصة بيقول لك هاي العضلة النائمة طبعا العيني وراسي طب بلك هاي العضلة ما ينائمة يا أخي بلك هي فائقة ومستعدة وتجي أنت تشغلها أكتر وتكبرة أكتر وأصلا الخفصة إليها غير سبب الجلوتوس ماكسيموس العضلات الكبيرة هي حلوية هيك نسلت نازل العضلة الكبيرة الجلوتوس ماكسيموس تحت والجلوتوس ماكسيموس نايمة فبيسبب لك بروز لشكل الخفصة للعين بتصير باردة بشكل بشع بتقولي أنك عب بعمل تمارين خفصة لك ليش هيك عب تطلع الزيادة على اللزوم لأنك ما عم بتعملي تمارين مؤخرة سلاسي الأبعاد وأنا لهذا الهدف عزيزاتي حضرت لكم تمارين مؤخرة سلاسي الأبعاد للتخلص من الخفصة السوبر رائع ومو شرط هذا التمرين كل تمارين عندي بالقناة بقناة سايري بوب فيت اللي هي المفضلة للجميع والأحلى للجميع والأفياد للجميع فيها تمارين خفصة سلاسي الأبعاد يعني بستهدف العضلات السطحية والعضلات العميقة للمؤخرة طبعا إذا في شباب هلأ عم بتشوفني وبتقول يا سارة أنت حط عقلك بعقل المؤخرة ودائما حابة كبريلون ياها للبنات أنا بقلكم أنه أنتوا لازم شوي كمان تكبروا مخكم لأني أنتوا كمان لازم تعملوا تمارين المؤخرة تمارين المؤخرة لصحة الجسم جدا ضرورية مو بس لحتى تعملي مؤخرة مدورة تمارين المؤخرة هي بتساعدك على المشي يا أستاذ هي اللي بتشيل جسمك عضلات الحوض فكلما كانت عضلات الحوض قوية عندك كلما كانت مشيتك صح كلما كانوا ركبك وكاحلك وقدمك بحالة صحية أكتر وكمان لأفيدك بالشعر بيت تمارين المؤخرة عند الصبايا يلي بدن يتزوجوا بتساعدنا على الحمل والولادة بشكل أسرع وأسهل بإذن الله يعني تمارين الحوض جدا مهم يا عزيزاتي المقاومة فتلاقي الشباب بتمرنوا قسم علوي وبتركوا قسم سفلي والبنات بتمرنوا قسم سفلي وبتركوا قسم علوي وكارثة بدك تدمجي كل شي فنحن هلأ بنرجع لموضوع الخفصة هيك ومنضب ضيب بنعمل تمارين الخفصة المؤخرة تمارين سلاسية الأبعاد بس خلاص عملتوا هيك أوكي وعملت علوي لأ بدك تركزي مع منطقة تانية كمان بتمارين المقاومة شو هي تمارين الخواصر الخواصر ممكن تكون عندك هيك شوي يعني هدول اللوف هندلز هني يلي بارزي لك شكل الخفصة فأنتي مسكيهم هيك للوف هندلز وشديهم لورا هيك راحت الخفصة؟ راحت ورجيني قومي لأ شوف ايه راحت شفتي معناها عندك خواصر إذا ما راحت معناها بدك تشتغلي كمان تمارين سلاسية الأبعاد للمؤخرة فتمارين الخواصر مع تمارين الخفصة سوبر رائعة لحتى تعملك شكل مؤخرة فضيع أوكي وكمان البنات يلي بيعملوا تمارين مؤخرة كل يوم مستقبلكم الخفصة المؤخرة إذا كانت بالأوزان العالية يومين ماكسيموم ثلاثة ديام بالأسبوع وإذا كانت بوزن الجسم من ثلاثة ماكسيموم لأربعة ديام بالأسبوع شنا التمارين وحطناهن على طرف هدول موضوعين جدا مهمين وبيسببوا كتير الخفصة اللي هي التمارين وطريقة أكلك منجي هلأ عزيزاتي على النوم النوم كمان بيضعفلك الكتلة العضلية لأن عضلة المؤخرة بنرجع بنعيد عضلة كبيرة وبتسببلك الخفصة النوم بس إذا ما نمت أنا يعني صح بيضعفلك الكتلة العضلية عدا عن ذلك طريقة نومك هلأ دخلنا بقى على وضعية جسمك شوفوا طريقة ماشيتك طريقة قعدتك وطريقة نومتك إذا كان في جنبك الحبيب وعبتلفيه هيك وبتحطي هيك رجلك فوقه اللي بقى تلفيه تركيه لأني أنت لازم تسطحي هيك على ظهرك أو لما تنداري هيك على طرفك اليمين أو اليسار مدي رجليكي بشكل مستقيم لا تجي بركبك لعندك لأني أصلا نحن هدول الوضعية لما بيكونوا ركبنا بتلاقي أحيان ناس بناموا هيك مثل وضعية البيبي على طرفه اليمين بيكشوا حالهم هيك أصلا هاي الوضعية نحن الهيب فليكسرز بتكون قصيرة هاي عضلات القوابض للمؤخرة وهي العضلات القوابض أثناء القاعدة بتكون قصيرة فبتشدلك المؤخرة وبتطولها وبتسبب هبوط فيها وبتسبب شكل الخفصة بشكل فظيع فبتلاقي بعض البنات بيقولوا سارة أنا عندي خفصة على اليمين أكتر من اليسار فأنتي ممكن تكوني من الأشخاص أما يلي بيناموا كتير وبرفعوا رجل هيك بيجيبوا ركب لعندهم أكتر يعني عشر ساعات نوم مطولة هاي العضلة المؤخرة مطولتها يعني المهم الوضعية البوشتر تبعيك غلط وأو تكوني من الأشخاص لما يمشوا عندهم مشكلة بالكاحة الممكن ما يعرفوها فبتلاقيهم بتكتكوا هيك على طرف أكتر من طرف يصير تقلن على طرف أكتر من طرف أو مثلا بتلاقيهم لما حتى قاعدين بتلاقي لفت هيك إجرع أجر فورا أنا بجي هدول البنات بس إيديكم ناس درجل هيكون ناس لوان لا تلف في رجل عرجل يعني ما كتير صحي أوكي عزيزاتي فهدول الأمور لما نمشي يكون وزننا متوازن على تقلنا بشكل متوازن على القدم اليمين وقدم اليسار لما نقعد يكون تقلنا بشكل متوازن على المؤخرة اليمين والمؤخرة اليسار لا تقعد هيك هاي هيك للصورة حلوة بس القعدة لا مو صحية أبدا لما ننام كمان نحاول قدر الإمكان نفرد جسمنا أو حتى إذا بتحسني رفعي رجليك هيك على مخدة ونامي على ظهرك أوه مسكبي على قولت الأتراك شناها عطرف وحطيناها هلا بقى عزيزاتي منحكي على البنات يعني في نوعين المسكينات اللي بيعملوا بالمكاتب لساعات طويلة وبيضطروا إنهم يقعدوا والبنات اللي بيضلوا هيك قاعدين بيمسكوا للتليفون السوشال ميديا هيك بيضلوا ساعتين ثلاثة عالبنسوا حالا وبعد يعني خفصة أوم أتمرن لي شوي ما عبتروح ما عبتروح الكريش ليش قللوا القاعدة يا صبايا بنات اللي بيشتغلوا على المكتب كمان فينا نعمل تمارين السكويز للعضلة عمليلة سكويز عمليلة خمسين مرة أنا بنت أفريقية قالت لي نحن بأفريقيا يعني هدول الأفريقيات تلاقيوا مؤخراتهم سوبر بيرفكت بتقلي إنه نحن بنعملها سكويز مية عدة في اليوم كل البنات يعني بعيلتها ورايبة بنعملها عدات هيك سكويز فأنتي وقاعدة عملي سكويز أوكي عزيزاتي وضحة الرؤية شوالله تكون وضحة وضحة غير شكل سو عزيزاتي هذا كان كل شي لليوم إذا عشت بك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة سيدي حبكم كثير نشوفكم بعدين باي